مملكة البحرين ودعم جهود التنمية والازدهار في المنطقة والعالم يأتي دور المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في إغاثة شعوب الدول المحتاجة ودائما تقدم المساعدات الإنسانية في الحروب والمحن والكوارث الطبيعية فتوجيه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في العمل الإنساني والإغاثي يحظى بامتنان وتقدير من الدول الشقيقة والصديقة وخصوصا فيما يخص القضية الفلسطينية فعلى مر عقود يأتي موقف مملكة البحرين الثابت في القضية الفلسطينية لتحقيق السلم والاستقرار مملكة البحرين التي تؤمن بالسلام وتدعم كافة الجهود من أجل الإنسانية واستقرار الدول فإنها تؤكد دائما أن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى وستبقى الأولوية الكبرى في ظل مساعي جلالة الملك المعظم الخير في دعم السلام وتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين وذلك في إطار مواقف مملكة البحرين ونهجها تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم الذي يعد من ثوابت مملكة البحرين وتأتي إغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في إطار حرص المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتوجيهات من جلالة الملك المعظم لتشمل تقديم المساعدات لإغاثة الشعب الفلسطيني ففي عام 2009 تم إرسال حمولة قدرها 180 طن وإرسال بعثات طبية وعلاجية وتخصيص حلقات مباشرة على التلفزيون البحرين لجمع التبرعات وتنفيذ مشاريع إنمائية واجتماعية مثل بناء مدرسة تل الهوى عام 2012 ومركز للتقنيات لمساعدة الطلبة المكفوفين في جامعة غزة الإسلامية ومكتبة الأطفال في مدرسة الفاخورة ومكتبة البحرين العامة في البلدة القديمة بالقدس الشريف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة القدس وتوسعة مدرسة جباليا وبناء مركز صحي متكامل في خان يونس بالتعاون مع وكالة الأونروا الذي يخدم أكثر من 230 ألف نسمة وتمويل مشاريع لجمعية الصم والبكم بدير البلح وتتشين مصنع الأطراف الصناعية في قطاع غزة وغيرها وعلى ضوء الأحداث الأخيرة أصدر جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه توجيهاته السامية بتقديم مساعدات عجلة إلى الاشقاء الفلسطينيين وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون لتعكس بذلك موقف مملكة البحرين الثابت قيادة وحكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية العادلة ترجمة نانسي قنقر